اشتركوا في القناة وبدأ يظهر التنبؤ بين العرب والحقيقة احنا كلمنا عن ارتداد العرب وقلنا ان ارتداد العرب كان لأسباب كثيرة وافرادنا خاطرة خاصة لذكر لماذا ارتد العرب لكن كيف ارتد العرب احنا لازم نبقى عارفين انه مش كلهم امتنعوا بس عن الزكاة او كلهم نقضوا بعض ثوابت الاسلام او كلهم برضو رجعوا الى عبادة الاصنام ولكن ظهر فئة غريبة جدا وهي ادعاء نبوه وهي ان القبائل نفس الفكرة تقريبا الفكرة العنصرية القبالية اللي هي كانت شايفة ان الاسلام هو عبارة عن تسايد قريش على العرب ليس اخثر وكانوا شايفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل قريش وان الشريعة اللي جيه بها هي شريعة من اجل فرض هيبة قريش على العرب وطبعا الحكاية دي كانت قد تأكدت في نفوس هؤلاء عندما يعني دخلت قريش في الاسلام بعد فتح مكة ويتمسك المسلمين الجدد في مكة بالاسلام ومبايعتهم لابو بكر الصديق وعدم ارتدادهم مع من ارتد من العرب فالحقيقة ان هؤلاء كانوا شايفين زي ما احنا قلنا ان قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش وان ابو بكر الصديق اللي هو الخليفة ايضا من قريش فبالتالي شافوا الاسلام على انه وسيلة من قريش لفرض هيبتها على العرب ليس اكثر من ذلك وعشان تحكم العرب ليس اكثر من ذلك وطبعا ده قصور نظر وخبث نفس فظيعة جدا لكن زي ما احنا قلنا ان فكرة ادعاء نبو وديا كانت فكرة جديدة بقى يعني ايه اللي هي انه هما كانوا على الوثانية قبل ذلك وكانوا يعبدون الاسنام تمام وكانوا دايما بيقولوا او بيعبدوا الاسنام علشان هي بالتالي ما بتقولهمش اي فرائد ولا بتطلب منهم اي شيء يعملوه ولا بتنهاهم على اي شيء بيفعلوه وكانت العادات والتقاليد هي اللي بتحكم القبائل وحتى الاخلاق النبي لا ننكرها هناك كانت موجودة في الجاهلية وان الاسلام نزل ليكملها تمام انما بعثت الاتم من مكارم الاخلاق وبالتالي كان الجاهلية فيها مكارم الاخلاق لكن مكارم الاخلاق دي كانت نبعة من العادات والتقاليد والتفاعل بين الناس ولم تكن منبعثة من دين سواء كان وثني أو غير ذلك وطبعا ما ننساش او ما نقدرش ننكر ان وجود ديانة الحنفية على ديانة سيدنا ابراهيم اللي كان كل العرب موحدين عليها زمان قبل ان يبدأوا في عبادة الاوثان والاصنام كان لها تأثير برضو وكان ديان موجودة في جزور العرب وفي جزور عددهم وتقاليدهم وبالتالي هي لأوراث تلك الاخلاق النبي طيب لما احنا قلنا ان الاوثان والاصنام ما كانتش بتأمر بشيء ولا بتنهى عن شيء تمام ولذلك هم بخترعوها كما قالوا تقربهم من الله سبحانه وتعالى ولكن بدون بقى ما يلتزموا باي شيء ولا ينهوا عن اي شيء واللي كان بيحكم هذه الاشياء هي العداد والتقاليد فاحنا لما نشوف ان الدعاء نبوه شيء غريب ليه لانه هؤلاء ايقنوا او اقروا بوجود الالهية لله سبحانه وتعالى وانا ربنا سبحانه وتعالى هو الرب هو الرب الاوحد ولكن هم اخترعوا بقى حاجة جديدة ان هم انبياء بعثوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم او غير الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي حاولوا ان هم يغيروا في الدين الاسلامي بناء على وحي مزعوم جاءه من الله سبحانه وتعالى وانه بدأوا برضه يغيروا ويبدلوا في الدين ويشيلوا ويحطوا اللي هم عايزينه ويقولوا ان ده من الله سبحانه وتعالى والحياة ده قمة الخبث وقمة الكفر تمام يعني انك تكون كافر بانك انت لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى هذا شيء ولكن انك تكون كافر بانك انت تدعي على الله ما لا يقول فهذا يعني انا في رعي انه شيء اكبر واوضع ايضا من الكفر المباشر يعني اللي هو انك انت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى الامر الثاني اللي غريب في موضوع دعاء النبوة انه حتى في الاديان السابقة يعني تمام انه كان في اليهودية وكان في النصرانية لغير ذلك كان ما بين كل دين واخر او كل بين رسول واخر سنوات طويلة جدا من العمر اقل شيء ستمائة سنة سبعمائة سنة بين كل نبي والاخر وقد احيانا انتصل الى الاف السنين وبالتالي فالدين لما بينزل تمام والناس بتبدأ تمارسه وبعد كده تبدأ ان دين للأسف يتحرف او يتبدل او لغاية ما الناس تقريبا تخالفه بالكلية فربنا سبحانه وتعالى كان بيبعث رسل عشان تصحح الشرائع وتغير فيها عشان ترجحها لاصلها في الحقيقة يعني احنا دايما لما نشوف انه في خلافات ما بين الشرائع وبعضيها هنجد انه او تظن ان ربنا سبحانه وتعالى نزل شريعة اليهودية مثلا ثم غير فيها المصرانية الى غير ذلك ولكن هو في الاغالب الاعام انه بيرد الدين لاصله تمام ويرد الدين لاصله اللي هو قبل ان يحرف وبعد كده ناس تاني ترجع تبدل وتحرف فيه لحد ما جيه الاسلام اللي حفظ الله سبحانه وتعالى وارتضاه للبشر وقال انه ما فيش دين بعد الاسلام وان الدين عند الله هو الاسلام وان ما فيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء والمرسلين فهؤلاء حتى لما فكروا ان هما يعملوا ادعاء للنبوة تمام اولا عملوا حاجتين في منعقات يعني اول شيء انهما قالوا انهما انبياء ما همش رسل تمام وبرغم من ذلك الى انهما قالوا ان نزل عليهم الوحي بشرائع جديدة او تغيير في شريعة الدين بينما الانبياء لا يغيرون شريعة الدين لكن الانبياء كانوا فقط بيردوا الناس الى التوحيد فقط يعني الشريعة زي ما هي لفرض الله سبحانه وتعالى ونهى عنه موجود تمام ولكن الناس بتبقى تنحرف في العقيدة فبيجوا عشان يردوهم الى العقيدة تمام يعني احنا عارفين ان مثلا سيدنا موسى رسول صلى الله عليه وسلم وانه سيدنا عيسى رسول وبينهما كان فيه انبياء كثر لبني اسرائيل تمام الانبياء دول كانوا يعني بيردوا اليهود او بني اسرائيل الى الدين الصحيح اللي نزل على سيدنا موسى من حيث العقيدة بينما الشريعة موجودة في التوراة المفروض ان هي كانت موجودة زي ما هي والانبياء لا يغيرون الشراء فدول قالوا احنا انبياء ادعاء النبوة قالوا ان هم انبياء ولكنهم بدأوا يغيروا في شريعة الدين تمام دي اول مشكلة المشكلة التانية انه يعني ان انبياء المفروض ينزلوا عشان يذكروا الناس تمام بان هما يرجعوا للدين الصحيح بعد ان يخلفوه لكن دول هما اللي نزلوا عشان يخلفوا الدين اصلا وينزلوا امتى يعني في بعضهم ادعاء النبوة في اخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ومنهم الاسود العنسي في صنعاء في اليمن مثلا يعني انت دول حتى مش مستنيين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوفاه الله عشان يدعوا ان هما بقوا أنبياء ونزلوا عشان يصححوا الدين كما يقولون ولكنهم يعني بدأوا أن هما يدعوا ذلك الأمر حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وده دليل كذبهم يعني تمام دليل الثاني على كذبهم أن هما طبعا كانوا كتير أوي يعني أنت مفروض ربنا مش هيبعت كذا نبي في نفس الوقت وكل نبي يقول كلام غير الثاني تمام فلا دول ادعوا أكثر من واحد في نفس التوقيت وده دليل أيضا أن هما كلهم كذبين ودجالين الحاجة بقى الأهم من كل ذلك أن هما نزلوا وبيقولوا أن هما مسلمين تمام وأن الشريعة اللي نزلت عليهم دي شريعة لتصحيح دين الإسلام تمام طيب هو في الإسلام نفسه تمام ربنا سبحانه وتعالى قال أنه ما فيش دين بعد الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين لكن هؤلاء نزلوا عشان يقولوا أن الكلام ده غلط وأن لا فيه دين بعد الإسلام ولا فيه أنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فطبعا كل ده يدل على كذبهم وإخيانيتهم وأن كل الهدف من وراء كل ذلك هو يعني محاولة نيل الشرف وأن هما يجبوه لقبيلة اللي هما بنتمين إليها عشان يسودهم على العرب بنفس فكرة الإسلام كما يتخيلون في رأسهم قالوا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من قريش فبالتالي هو فرض هيبة قريش على العرب وحكمهم على العرب فهم كمان مثلا اللي هيدعي مثلا أنه هو من قبيلة كذا ويدعي أنه هو هيحاول أن يوحد العرب تحت اسمه هو وتحت قبيلة هو عشان يحكم هو كل ده هذا كل ما في الأمر يعني وبالتالي ده طبعا كان ارتداد عن الإسلام بل كفر بيّن واضح تمام يعني ما فيش أي جدل فيه وطبعا ده كان من أخبث أنواع الردة فيه عن الإسلام يعني دين الله سبحانه وتعالي طيب مين بقى أشهر الناس للدعو النبوة زي ما احنا قلنا الأسود العنسي كان فيه أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه صنعاء وبدأ يقاتل الإسلام والمسلمين ويقال أنه يتوفي يعني عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو قبل وفاته مباشرة وتوفى لوحده بدون يعني أن يقتله المسلمين أو قبل أن يقتله المسلمين وأراحى الله سبحانه وتعالى الدنيا منه ومن شره طبعا تاني أشهر واحد فيه وأكتر واحد بيتداول اسمه هو مسيلامة الكذاب وده طبعا ظهر فيه اليمامة وإحنا عارفين قصته روناها قبل كده أنه وجه مع وفد اليمامة إلى المدينة المنورة ولما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم اشترت على الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يدخل في الدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إما يشركه معه في النبوة أو أنه هو يوصي بأن مسيلامة هو النبي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فطبعا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بل رفض مصفحته وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة زي العصى كده قال يعني أنه مش هديله أي شيء حتى ولو تلك العصى حتى أنه رفض بعد كده أنا أتكلم معاه وقال للصحابة اللي هو حاب يسأل حاجة رده عليه أنتو وبالتالي طبعا ده دليل كبير جدا على كذبه والحقيقة أنه لم يدخل في الإسلام حتى مع وفد اليمامة اللي راح للمدينة وبعد كده بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ادعى النبوة برضو من الناس المشهورة اللي دعت النبوة اللي هو المختار الثقفي تمام زي ما احنا قلنا أن مكة والمدينة والطائف لم يرتدوا ولكن هناك من كان يريد أن يرتد طبعا يعني من هؤلاء ولكن عصبة الأمة في تلك المدن تمام هي التي منعت الارتداء سواء أن هي وقدت الفتنة في أولها أو أن يعني لم يجدوا صدى للكلام اللي هما بيقولوه فسكته كان من ضمن هؤلاء واحد اسمه المختار الثقفي من ثقيف في الطائف وادعى النبوة والبعض التابعوا لكن ما كانش ليه صيد أوي وتنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال أن ثقيف سيظهر فيها كذاب وشخص آخر يعني وقيل أن شخص آخر ده يقصد به الحجاج هو وصفه بصفة تدل على أنه حيبة جبار في الأرض أو كده وقيل أنه هو الحجاج الثقفي يعني فيما بعد برضو من المشهورين في دعاء النبوة امرأة امرأة تسمى سجاح بنت الحارث ودي ظهرت في بني تميم في نجد والحقيقة أنه الغريب جدا يعني لم نسمع أبدا عن وجود نبي أو رسول امرأة فتلك امرأة المرأة ادعت لذلك ثم أن الرجال في تلك القبائل استجابوا لها ده شيء غريب جدا الحقيقة حواليها اجتمعوا حواليها وبدأت أن هي تحارب القبائل اللي حواليها تحاول أن هي تخضعهم لسلطتها وكانت بتنتصر عليهم انتصار كبير جدا لدرجة أن هي حاولت أن هي تروح لأرض اليمامة أيضا لكي تضم أرض مسالمة الكذاب إليها فلما عارمها مسالمة كذاب ذلك ذهب ويفوضها وكده وخلاها أن هي تؤمن به ثم تزوجها وبالتالي واحد القبائلتين تحت سلطته فيما بعد عشان كده مسالمة الكذاب يعتبر من الشخصيات المشهورة في التاريخ لأنه يعني ظل أو أخر يعتبر أخر واحد قضى عليه سيدنا أبو بكر في حروب الردة وهو أكتر واحد يعني كان صيته مشهور وكان ليه أتباع إلى غير ذلك فبالتالي تلك المرأة تزوجت هذا الرجل الكذاب ويعني سبحان الله الاتنين ادعوا النبوة وبعد كده توحدوا مع بعضهم وطبعا كان هناك غيرهم الكثير طلحة ابن خويلد إلى غير ذلك طلحة ابن خويلد إلى غير ذلك من هؤلاء الذين دعوا النبوة وزي ما احنا قلنا أن كلهم ظهروا تقريبا في توقيت واحد يفرق ما بينهم أشياء بسيطة ولكن هدفهم كلهم كان واحد وهو أنه يحاول أن القبيلة بتاعته تسود على العرب كما سادت قريش بالإسلام على العرب وطبعا الحكاية دي أن الحقيقة بتخلينا نرجع لنقطة في منتهى الأهمية أن قريش رفضت الإسلام وحربته مدة طويلة جدا خوفا من أن هبتها ومكانتها بين العرب تروح وإنما سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن قريش بالإسلام وليس العكس وسبحان الله لعل قريش كان رسول صلى الله عليه وسلم ثم من بعده الخلفاء الرشيدين وليس هؤلاء الكفار الذين حربوا رسول صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإسلام من أجل الدنيا فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ادى المسلمين من قريش والصحابة الدنيا والآخرة في نهاية الخطرة إن شاء الله نرجو أن تكون أفادتكم ونلتقي بإذن الله في خواتر جديدة قريبا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته